السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب يعملين يا رب تكونوا بخير ان شاء الله بما ان بقى ده موسم المنجة وطبعا بداء موسم المنجة جاه يبقى لازم موسم الكنافة بالمنجة وراء على طول كله بقى يعمل الكنافة بالمنجة ويبدع فيها بصراحة بيبقى طعمها طحفة الكنافة مع الكريمة مع المنجة طعمها بجد منهوش وصف وطبعا بما اننا ما نقدرش نروح نجيبها بالشيء الفلاني بالربعمائة والخمسمائة والستمائة جنيه اللي هما بيقولوا عليهم بصراحة احنا ما يعرفش احنا بنسمع الكلام ده فاحنا طبعا بنستسل وبنعملها عندنا في بيتنا وبتطلع زي برة واحلى كمان هو الاختلاف في الشكل كل واحد بيعملها بشكله معين وكل واحد بيعملها بطريقة معينة بس هو في الاخر كنافة بالمنجة بالكريمة ولو عملناها في بيتنا مش هتكلفنا خمسين ستين جنيب الكتير قوي احنا بقى دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونجيب كباية ونص من السكر كباية ونص من السكر مش هحط له ملا كباية مية واحدة لان شربات الكنافة بيبقى تقيل شوية بعد ما يغلي بقى معي هروح عصر عليه عصرة لمون او نص لمون عصرة عليه لو عندك عصر كولوكوز ممكن تحطيره نص معلقة نسيبه لما يغلي ونعصر عليه لمون زي ما انت شايفه كده وطبعا الريم اللي على الوش ده هنشيره بالمعلقة بعد ما عملت الشربات على رأي اخواتنا الاسكندرانية بيقولوا على الشربات اللي احنا بنقول عليه شربات بعد ما عملنا الشربات ركنناه لما يبرد ويجيب نص كيلو من الكنافة نص كيلو من الكنافاتي يحطيه في الفريزر لما يجمد رح يمكسره بايديك او قطعيب سكينه او حطيه في الكاب بودرة بيه وقلبي معي 3 معالق من سكر البودر عشان ده بيحمر الكنافة معيك وحطيه له كبال ربع من السمنة سياحة كبال ربع من السمنة كده وقلبيها فيها وقلبي الكنافة كويس وفري ديها في صنية وحطيها في الفرن وكل شوية بيقلبيها ما تسيبهاش كده عشان ما تشييتش منه قلبيها من وقت للتاني لحد ما تحمر معيك وتبقى بالمنظر ده او ممكن تقضيها على النار من فوق وتقلبيها بالمعلقة بس ايديك فيها ما تسيبهاش لحد ما تتحمر نطلع الكنافة معانا سخنة نروح ساقينها بالشربات طبعا اللي احنا عامنينه من الاول وراكنينه اللي هو بيرد معانا ونروح ساقيني الكنافة نقلبها فيه وحنا عايزين بقى المراتي نعملها بشكل جديد شوي يعني بدل ما نعملها بقى في فورما او نحطها في بيريكس لا هنعملها النهاردة على شكل رول فجبت كيس من اكياس التلاجة فردته ورحت فرد عليه الكنافة اللي معايا زي ما شفته كده بالزبط وعملتها شكل مربع او شكل مستطيل بعد كده جبت بقى الكريمة فردتها عليها وكان عندي منجيتين مقطعهم مكعبات رحت فرداهم فوق الكريمة ورحت لفة الكنافة بتاعتي لفتها رول كده بالكيس زي ما شفتها كده معانا ورحت بقدي حطيتها في التلاجة نص ساعة عشان تتماسك مع بعضها وبعد كده خرجتها وكان عندي شوية كريمة خدتهم في كيس الحلواني ورحت عملت لها روزيتات زي ما انتم شايفين كده وكان عندي كم واحدة كريز حطيتهم على وشة ممكن كمان محطش كريز وحط منجة من فوق الروزيتات بقى شكلها جميل وكمان شكله مختلف والطعم طبعا زي ما انتم عارفينه كنافة بالكريمة بالمنجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم ليها باللايك والاشتراك